ما فامش فرحة كما فرحت الدار جديدة مع مصرف الزيتونة أحلامكم عنا أمانة اكسب الدار اللي تتمنها بتمويل يوصل لـ 80% من سوم الدار وترجع في راحتك على 20 سنة الوالدين عزوة وسند أما أكيد في العائلة دي ما فام ناس أخرى قريبا لنا عزيزة لنا ووقت الشدة هما الساس اللي نركز عليه دينا يحبنا يسمعنا يضحكنا ويدوينا وعلى خطر الظفر عمره ما يخرج من الحم كل عيلة فيها شخص عنده بلاسة غالية علينا واليوم فرصة بش نقوله شكرا على كل لحظة قسمتها معانا وكل كلمة وسيتنا باها عندي أختي الكبيرة اللي هي خلفة أمي وبابا فأنتي وكل شي هي ربيتنا وبعدها يجي أخواتي الأخرين ومرتي ووالدي أكريت وتقوله معاك بحذيك خطر أنا وقت لي ماتت أمي خلتني صغير تلهيت بينا هي رباتنا وهي قراتنا وليح معنات هتتسمى والدتي عايشة هذيك والدتي الثانية وعندي أختي أخرى زادة كبيرة زادة في العمر وزادة هذيك زادة رباتنا ووقفت معانا كيف عندي أخواتي اللي بنيت أذوقنا الزوزو وكل بثفة عام أخواتي أنا أصغر منهم الكل هم بكلهم تلهوا بينا كاوة توا عرّصنا فأنتي وعملنا أولاد زادحنا فأنتي توا لو لوية ديما تبقى لهم عمر تبقينا فأنتي عندي مرتي وعندي ولدي وعندي عائلتي الخاصة معنات هي رجية الثانوية بعد العائلة يعني شوف نحنو نحن للعائلة توا في رمضان توا في تيرليام عادي الدنيا مشي لكن في رمضان نحنو للإخوات ونحنو للعائلة ونحنو للعام حتى البعيد حتى الصاحب اللي عندك عشرين سنة وثلاثين سنة ماريتوش تحنو توا في شهر رمضان تحنو تقول ماذا بيارة وقدامك وماذا بيارة العائلة كل ملمومة ماذا بيارة وولدي بحظة أختي واخواتي بحظة مرتي ومرتي بحظة عائلتي كليك بثفة عامة والله يمنجمش أنا نقسم خطرهما برشا ويتغشوا ويميز واحد على واحد كان بيزت أختي الكبيرة تتغشش اختي الكبيرة يأخرى كان بيزت عندي هذا أخوي يتغشش و عدي المرت يزاد تتغشش و했هم ومعنيتها كلهم فرد ميزان عندي أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا كلهم فرد ميزان كلهم نحبهم وكلهم عيلتين كلهم أحبابي وكلهم ناسي أنا عندي أخوي كبير مو ممكنك تغلط مع أي أختي من أخواتي ويمكن أن تيقول ريت أختي كيفاش عاملت لي وم عاملت ألي كله يبش على روح وكله في نهار اثنين بعد ديك تيريت ولدي مثلاً عمره توقع عشر اثنين أنا أختي رباتني أنا أقل من ولدي هذي وقتلي ماتت أمي أنا ما يهمنيش وقتها جعان نطلب في الماكلة قلتولهم جعان ما نعرشش ماتت شني معناه هي وقتها ثلاثة بينا ويلي رباتنا ويلي كملت لنا مش ورحياتنا حتى كبرنا ولي نرجعنا بكلنا بصفة عامة اللي أنا وخواتي الأخرين اللي أصغر مني هذيك أمنا ثانية معا بالنسب ليама هديك أم لولى أختي زهرة هذيها بالنسب لي wirnous أم لغة لأ بعد علا متاحة للامي الإجابتني ما عاشتش معيها بارشة عاشتعى معيها يمكن ست واسنين سبعة سنين ما نفوتش بعد ديك أنا الوقت هذك أنا من عرش خيمة الموت ومن عرش خيمة الواحد يعني عنا أختي هذيك هي اللي تصير فينا أنا في مخي أنا ما علتها هذيك هي أمنا الناس كليك ولي هذي هي لولى في المرتبة تو حالياً هي في المرتبة الأولى قولها أنا عندي برشة ماريت هاش وهي بحكم المهنة أنا نخدم في وطيل وما عنديش معناتها وقت متفاضي ديما نخدم في الأوقات الكليك عندي برشة ماريت هاش وهي مرضت برشة مرات قولها سامحني وكما جيتش وكما طللتش عليك أنت الكل في الكل بالنسبة لحياتي بعد بعد ربي معناتها تجي أنت أنت يوم من ناس كليك وربي يشفيك وربي يعطيك بالوقت الطيب ويفرحك وإن شاء الله النجم نجي نطلع عليك في اللي متى ذيها بركة أنا يمكن الجمعة جاية نخوك ونجيت ونجي نطلع الأختي ما نحبش نحب نشوفها ما نجمش حتى كلمة تلو ما نجمش نكلمها بصراحة عندك هي واخويا الكبير ما نجمش نكلمهم بالتليفون نحس فمتي كأني نحبهم مدريك نكلمهم يجيوا سامحني بعد نحبهم يجيوا قدام إحنا تيتمنا صغار واخوتي تفرقنا كل واحد في بلاد وتشتتنا أنا أصلاً عرش نحن نشتقلها برشة 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 لكن إمكانيتي ما تخدمها تسمح ليش باش نمشي في كل وقت نمشي نطلع عليه عندي وقت معين في إنتي الهناك تشوف يعني يعني في رمضان ونخدمتها وكملت الخدمة ما ننجمش حتى ركوب باش نركب هي ما هيش موجودة الهناك وانا ما عندي شوقتها وما حتى ركوب باش ما ملغاش باش نمشي نطلع عليها فانتني يا أختي وإن شاء الله ربي يطول في عمرها ويخليها لوليداتها ويفرحها فانت بوليداتها وبينا نحنا وبوليدنا وبنقول لك خطر إذيك أم العائلة يقول لك باب الله يرحمه ويناعم وإن شاء الله ياربي في رمضان وأمي بعدهم راجلي ووليدي وأختي البنات واخوية اللي جاي يعيش البر أخوية كنتينوية بلسكت ويمة بناتنا حداش نشهار على روز بعضنا قريب لي وأخبتي زيدة البنات وراجلي هو سند متاعي في الدنيا والاي ديما نلقاه مرايا سند في حياتي ديما في ظهري موجودي للحق بدع ربي معناها أخوتي الحنية من بعضنا احنين برش على بعضنا والكل فمتا هذيك عليش ديما هكا متقاربين في كل شي راجلي ربي يفضل ويطول في عمر ويشدله في صحة بدنه هو سند الكبير طوالية لليا والولادي متفهمين الحمد لله في كل شي فما الكميونيكيشيون بناتنا نشاوروا بعضنا في برشة حاجات كي تعرضنا مشاكل نحكيوا فيهم وديما نفركسوا على راحتنا راحت صغارنا نحاولوا نكونوا متفهمين للعباد والانتراج متاعنا ومامتون زيدا نعطيوا حقنا لرواحنا اللي نحن زيدا وكل وايشدنا ربي يشدلي في صحة بدنك ويطولك في عمرك يا ربي ويخليك لي والله آدم وأحمد وإن شاء الله ديما نشوفك نوارا هي را بعد أمه وولاده ومرته وعماته وخالاته وعمه بتبعها رمي دخلوا في العائلة حتى هيكم بتبعها ولاده والعب وخواته خسن البنات والله يتحب الحق العزوزة مرت هي اللي قايمة بيا مريضة كان عندي يختي تونقول لك أختي ما عنديش ها هي فما ربي حتى الولد محرس يخدم على أولاده هاوك يطل علينا يتفقدنا يجيب لي لأولاد يقضوا بحزانة ساعات معيراته تباركة لأخي تونتو متعرفوش متعرفوش تباركة لعندكم أمودكم وانه هي يعني بوكرة وإيكا بعد الأولاد تبعها هيك أقرب وكان عندي يمي حياتهم كلك أمي أكبر أمي متوفي ومش هي متوفي أخواتي كيف كيف أعفا ما ربي أثيقة اللي فمفم واو شما نهار أخر اللي فمفم وانا عنده لأخبة لأ إن شاء الله نهار نصدعاكم يجو لداري همه اللي فمفم عنداش لا هكا لا هكا غربتني بهك قناهم صراحة نقربش عليك مشني متساقط برشا برشا بقينا مخالط برشا من هكا منحبش كونها واني كنتفكرك ونرجعها نقولش بني نقولها ربي شاء الله يشفيك وشاء الله شاء الله لي جاي خير مليه متعدد خليفة أمي وبابا عندي أختي كبيرة ربي يفضلها وربي يعطيها على قد قلبها ونصينا بي حتى لي ظرها تيقف معاه احنا زوزو بنيت في الدار هي أقرب شخصية كبيرة مني هي أقرب شخص ليا كنا نستحقها نلقاها بعد ويقف معايا في كل حاجة يعني هي أمي ثاني كنا مرض تيقف معايا نلقاها حنينة ليفيدها مش ليها برا برا نسمع على برشا هكي في وسط عائلات مثلا الأخوة مش متفهمين مبعضها فهمتها نقض نقض بيتي يعني عليش هكيكا نس تتصرف مبعضها بخطان يعني أخوة يزم هم يكونوا ملتحمين يعني على أي حاجة فهمتني نمحبة بيناتهم متكون كبيرة قلها راني نحبك برشا وربي يخذليك لينا ألو ألو ويا عصليمة ويا عصليمة أختك معاك بيه اليوم بقينا فرصة لي بش نقوله كلام حلو لبعضنا قاتليش كون أقرب الناس ليك قلت لها بعد أمي بش تكون أختي الكبيرة بيه نحبك برشا استحفظ على روحك وربي يشفيك عايش كاتل فحر ربي يخذلك لأولاد عايشك وشالها ربطالك مبروك عايشك وانتي زيدة ربي يعطيك ما تتمنى يمين وانتي زيدة عايشك ربي يخذلك لأولاد ويأتيها عايشك عايشك تونس ديما بخير ومصرف الزيتونة ديما تود الناس الخير وتفرح القلب الكبير المليانة مودة ورحمة يعاون ويحن على الغير ولكلنا ما دين لدي أحنا وانتوما مع بعضنا ديما مازال الخير ما فمش فرحة كما فرحت الدار جديدة مع مصرف الزيتونة أحلامكم عنا أمانة اكسب الدار اللي تتمنىها بتمويل يوصل لثمانين بنيا من سوم الدار وترجع في راحتك على عشرين سنة مصرف الزيتونة قيم تجمعنا